السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعيني جميعا على قناتكم ليوم موقع جديد والنهاردة فيديو كده صغير وخفيف مش هيكون فيديو طويل ولكن حتكلم فيه عن الموضوع كان بعض الناس قلت ليتكلمي عن الدبلاجة وعلى الرغم أن أنا تكلمت عن الدبلاجة في الموقع بتاع النهاردة بس تكلمت عن الدبلاجة بشكل سريع النهاردة حنعمل بشكل عملي دبلاجة لفيديو من الفيديوهات من اللغة العربية للغة تانية فهنشوف مع بعض النهاردة حنعمل الموضوع ده إزاي على 11 Lab الناس معينا بقالها فترة على القناة عارفة 11 Lab هو موقع لتحويل النص إلى صوت وفيه مميزات كتيرة جدا وبيدعم لغات كتيرة جدا منها اللغة العربية النهاردة بعد ما هتخش تعمل sign up على الموقع لو بتخش الأول مرة أو sign in لو كنت بتستخدمه من قبل بتخش على الدبلاجة بتخش على الدبلاجة من هنا وبعد كده بتبتدي بقى تشوف الفيديو اللي انت حتستخدمه أو حترفعه طبعا هو هنا بيقول لك كده هنت الصغير بيقول لك ان انت ممكن تستخدم موضوع الدبلاجة دي للسوشيال ميديا كونتنت أو الميديا والإنترتينمنت والماركتين والإديوكيشن واللرنينج خصوصا لو انت بتستهد الجمهور مش بيتكلم اللغة بتاعتك فانت مثلا عندك وعايز توصله لحد فممكن انك انت تستخدم الدبلاجة لهذا الموضوع يعني وكان جالي قبل كده برضو تعليق من أحد المتابعين بيقول لي ان 11 لابس في الدبلاجة مش عالي الجودة احنا هنشوف مع بعض عموما بشكل عملي النهاردة كده ونشوف ممكن 11 لابس يعمل ايه هنشوف مع بعض برضو ونشوف نقدر نحكم مع بعض على الكواليتي بتاعته بشكل يعني عملي أفضل ونشوف مع بعض الدبلاجة باستخدام 11 لاب اول حاجة هبتدي قدي نيم للبروجيكت بتاعي فانا هنا مثلا هقول له وبعد كده هبتدي السورس لانجوج بتاعتي عربي والتارجيت لانجوج بتاعتي اللي انا عايزة اترجم بيها على سبيل المثال انجليش وهنا هبتدي ان انا اختار الفيديو بتاعي اللي انا عايزة دبلاجه يطرح ارفعه ولا هو موجود على اليوتيوب ولا تيك توك ولا تويتر ولا بامو ولا اثر يو ار ايل والله نجرب مع بعض كده ناخده بدل ما نعود نرفع لسه وناخد وقت لا ممكن ناخد من على اليوتيوب فانا ممكن اروح كده لأي فيديو عندي وبعدين اروح بقى هنا احط اللينك بتاع اليوتيوب فيديو بتاعي يوتيوب يو ار ايل بتاعي وهنا الادفانسد سيتنج تعالوا مبصدو كده على الادفانسد سيتنج النامبر اوف سبيكر دي تكت ممكن اقول له ون وفيديو ريزولوشن ميديم هو قريدي على ميديم يعني مش عاطسيني خيار تاني هنا بيقول لي ان الناس اللي في الكريوتور بلانز بيقول لي ان الكريوتور بلانز هنا هما بس اللي بيستخدموا الخاصية دي يقدروا يتحكموا في الجودة بتاعت الفيديو هنا هو العملية بالتم زي ما احنا شايفين طبعا كل ما الفيديو كان طويل كل ما خدت وقت اكتر فاحنا الفيديو بتاعنا اخترنا شورت فيديو فحنشوف الموضوع عامل ازاي هنا الموضوع عبارة عن بروسس معينة داونلودين وبعد كده عملية التراجمة وخلاص الرب يخلص ممكن اروح اعمل فيو الاول وأشوف ما زلت فيه تحديث إحنا شايفين أنا فهم الكلام اللي بيتقال بالإنجليش الأكسنت بياخد نفس الأكسنت بتاعتك بالعربي فهو مش بيعمل لك بقى أمريكان أكسنت وبريتش أكسنت هو بيترجم لك ترجمة يعني حرفية بياخد الكلام اللي انت قلته وبيبتدي الترجمه الكواليتي بتاعته إلى حد ما أنا أديها 60% يعني مش هقول لك طبعاً 70 ولا 80 لا 60% فعملية الدبلاجة عشان كده بقى شوية نصيح للناس اللي بتقول الفيديو ما بيطلع طبعاً أنا مش عاملة حسابية لأنني هدبلج فيديو زي ده من الأفضل أن أنت يعني أنت لو كلمت باللغة العربية هتكون الترجمة ممتازة جداً عشان بس نكون إيه واغتين بنا وانت تجيب ترجمة يعني كلمت كده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سوف أتحدث عن موضوع مهم للغاية لو أنت كلمت باللغة العربية وجيت دبلجت الدبلاجة هتكون ممتازة جداً جداً عشان بس تبقى عارفة باللغة الإنجليزية الحاجة الثانية وهي أن أنت تحاول حتى لو ما بتتكلمش باللغة العربية أن أنت تتكلم بالراحة في الفيديو بتاعك اللي أنت حتدبلجه وأن الكلام يكون واضح وما يكونش بالسرعة اللي أنا أعمليها أنا أصلاً مصرعة لسبيد بتاعت الفيديو ده لما جيت أسجيله لأن فيديوهات الشورتز بتبقى مدتها دقيقة فممكن يكون الرسالة اللي عايزة أوصلها أنا بتكون دقيقة ونص دقيقة وعشر ثواني فأنا عايزة أعمل إيه بقى ببطيدي إن أنا أسبيد حدث معينة فهو ما بيلحقش إن هو ياخد الإيه الدبلج لو أنا روحت نجرب مع بعض بقى مثلاً حاجة تانية تعالوا كده نشوف حاجة تانية برضو ونشوف مع بعض طبعاً بعد ما بتخلص وعجبك الفيديو أعمل داون لود لي الفيديو بس دي حاجات حبيت إن أنا أقول لك عليها علشان تبقى واخد بالك جداً منها بيبين الموضوع دا إزاي أكتر بيبين لو أنت عندك حاجة باللغة الإنجليزية وعايز تدبلجها للعربية تعالوا نجرب لغة تانية كده وناخدها وندبلج بيها أنا هاخد فيديو أورادي الفيديو دا هو المفروض إن أنا مخشش على القناة بس بتاعتي إيه بالأكاونت كده بتاعي مش صحية الموضوع دا ما الصحي للقناة فأنا هخش أجيب الرابط أحط اليو أر إل وهنا البيتاكت لانجوش هو إنجلش وأنا عايزة يكون بالأرابيك فهاختار الأرابيك بالمنظر دا كده فقط لا غير الأرابيك مش عايزة إنجلش طبعاً إن هو أورادي بالإنجلش وهنا حتزي يقول له تروجيكت تو ونعمل كرييت هخليني هنا في السيتنج كده نجرب نعمل ديتكت أحسن ونجرب نشوف كرييت ونشوف النتيجة هتكون عاملة إزاي هنا أنا حبيت إن أنا المرة دي أستخدم اللغة الإنجليزية وحولها للغة العربية علشان أشوف هل الدبلجة هتكون جيدة ولا لا دا اللي بنشوفه مع بعض وعايز أقول إذا كان الإصطناعي جماعة كل يوم بيطور من نفسه الحاجة اللي مش هتكون نهاردة 100% أو 90% بكرة هتكون 90% بعدها هتكون 95% بعد بعدها هتكون 100% فلازم نكون مقتنعين بالموضوع دا ونرجع للموقع مرة تانية ونشوف ونجرب ونشوف الـ performance بتاعه أو الأداء بتاعه عامل إزاي طالما أنا عايزة أستخدم الموقع دا لغرض معين فأنا لازم أتابعه خصوصا لو أنا حسيت إنه هو جيد لو حسيت الـ reviews عليه كويسة لو حسيت الناس بتكلم عنه كويس لو هو عمل لي نتيجة كويسة من قبل فأدامني الأدوات يبقى لأنه لازم يبقى كل التوز الموجودة فيه خلاص عملية translating هذي دلوقتي وحنشوف النتيجة بعد دي إن شاء الله هتكون عاملة إزاي خلاص العملية قال لي من دي انتهت حبتدي إن أنا أروح هنا أقول view وأبتدي أشوف الفيديو القمر منخفض في سماء الليل يلقي بضوء خافت على امتداد المحيط الواسع كان الجو محملا بسكون غريب والسفينة تبحر عبر الظلام الدامس وقفت القبطان إليانور عند دفة القيادة عينها مثبتتان على الأفق البعيد السفينة وهي سفينة متجردة بأشرعة مهترئة وقف شوية وعلق هنا وأقول زي ما أنتوا شايفين اللغة العربية ممتازة جداً أولاً خد نفس الطريقة بتاعت الشخص اللي بيكلم بصوته مش بصوت حد زي ما يعني ده صوت زجاء اصطناعي يعني لكن خد نفس الصوت اللغة العربية كويسة ومفهومة جداً يعني زي ما احنا شايفين زي ما احنا شايفين اللغة العربية جيدة بقد كنت بتعمل فالناس اللي كانت بتقول ومش بيطلق لأ إحنا بنتكلم أنا لما عملت الفيديو ده مثلاً أنا أعطيتك أهو مثال اللغة العربية بتاعتي مش لغة عربية أنا بتكلم بالعمية بالعمية المصرية زي ما أنتوا شايفين بتكلم بسرعة زي وده الاسبيد كلما أنت حتستخدم اللغة العربية أو تستخدم العربية مش لارت اللغة العربية بالراحة ووضح في كلماتك وكلماتك ما يكونش فيها يعني حاول أنت تزبط اللغة كل الناس تفهمها وتحاول بقى أنت تحاول الموضوع بتعمل الدبلاجة بلغات أخرى هيكون أفضل وأحسن وزي ما احنا شفنا في التحويل هنا مثلاً من الانجليش لعربك كان جيد جداً اللغة العربية النتيجة طلعة والجودة بتاعتها عالية خد نفس الصوت بتاع الشخص اللي بيتكلم وده الجزء المتعلق بالدبلاجة في 11 Labs أنا شايفة أن 11 Labs كويس مميز وكويس جداً 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 للاستخدام في عملية الدبلاجة في مواقع تانية كتير وإن شاء الله أكيد هنتناول هذه المواقع بإذن الله تعالى بشكل عملي عشان الناس تشوف الموضوع بشكل عملي أتمنى كل اللي بنقدمه على قناتنا يكون بيعجبكم وبيفتكم في صناعات المحتوى زي ما بقول لكم في نهاية كل فيديو متنساش تعمل سابسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد لو كنت بتشوفنا لأول مرة وتاخد فكرة كده عن الفيديوهات الموجودة في القناة إن شاء الله تعجبك وتفيدك ولو كنت من المتابعين الأعزاء ما تنساش اللايك والشير والكومنت دمدوم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة